قالت وزيرة التجارة والصناعين في إنجامع إن استضافة مصر للدورة السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية وموجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدتها مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالترتيبات استضافة مصر للدورة وأوضحت نيفين جامع أن اللقاء استعرض دور الصناعة والقطاع الخاص في فعليات قمة حيث يجرى حاليا الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية